مع نهاية مباراة الترجي التونسي وشباب بلسداد الجزائري بنتيجة واحد مقابل لشيء لصالح الترجي بهدف قاتل في وقت اخير من المباراة تنتهي مباريات الجولة التانية من دوري ابطال افروكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في الفيديو دي على نتائج مباريات الجولة التانية وهنذكركم بنتائج مباريات الجولة الاولى ترتيب المجموعات الاربعة من دوري ابطال افروكيا بعد نهاية مباريات الجولة التانية موعد مباريات الجولة التالت التالتة كل ده هنتكلم فيه في فيديو النهاردة المجموعة الاولى اللي بتضم بيترو اتلاتيكو الانجولي والوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكنجولي اتلعف في مبارياتها الجولة الاولى الوداد كان مباراته متأجلة مع فيتا كلوب في الجولة الاولى ليوم 3 مارس 2023 اما شبيبة القبائل اتعادل مع بيترو اتلاتيكو في الجولة الاولى الصفر مقابل صفر في انجولا في الجولة التانية شبيبة القبائل استطاع الفوز على الوداد المغربي واحد مقابل يشيء وفيتا كلوب يهزم من بترو اتلاتيكو واحد مقابل اتنين ليصبح ترتيب المجموعة الاولى بعد نهاية مباريات الجولة التانية بترو اتلاتيكو من مباراتين في الصدارة عنده اربع نقاط ولو هدفين وعليه هدف فرق هدف واحد شبيبة القبائل في المركز التاني من مباراتين عنده ايضا اربع نقاط احرز هدف واحد ورمي استقبل اهداف يعني فرق هدف واحد فيتا كلوب في المركز الثالث عنده من مباراة واحدة صفر من النقاط وايضا الوداد المغربي من مباراة واحدة عنده صفر من النقاط مباريات الجولة الثالثة من هذه المجموعة الاولى هتكون يوم الجمعة 24 فبراير عندنا مباراة الوداد وبترو اتلاتيكو في المغرب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر المباراة الثانية في الجولة الثالثة هتكون فيتا كلوب وشبيبة القبائل الجزائري في الكونغو يوم السبت 25 فبراير الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة ده بالنسبة للمجموعة الاولى اما المجموعة الثانية اللي اتلعب فيها ايضا جولتين الجولة الاولى الاهلي كانت مباراته متأجلة مع القطن الكاميروني اتأجلت اليوم 4 مارس 2023 وفي نفس الجولة استطاع سانداونز الجنوب افريقي الفوز على الهلال السوداني واحد مقابل لشيء في جنوب افريقيا وفي الجولة الثانية مبارح القطن الكاميروني يهزم على ارضية ميدانه من سانداونز واحد مقابل ثلاثة والهلال السوداني يفوز على الاهلي المصري اليوم في السودان واحد مقابل لشيء ليصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية مباريات الجولة الثانية سانت داونز في الصدارة من مبارتين عنده ست نقاط الهلال من مبارتين عنده في المركز الثاني تلات نقاط الاهلي والقطن من مبارتين بتأسف من مباراة واحدة عندهم صفر من النقاط الجولة الثالثة في المجموعة الثانية هتكون يوم الجمعة 24 اتنين 24 فبراير القطن هيستضيف الهلال في الكاملون الساعة 6 مساء بتوقيت مصر الاهلي وصانت داونز يوم السبت 25 فبراير ان شاء الله الساعة 9 مساء بتوقيت مصر ده بالنسبة للمجموعة الثانية نروح للمجموعة الثالثة اللي تلعب فيها ايضا جولتين في الجولة الاولى الرجاء استطاع الفوز على فيبرز خمسة موقابل لاشياء في المغرب وحورية فاز على السيمبا التنزاني في ارض ملعب حورية واحد مقابل لاشياء في الجولة التانية السيمبا الرجاء فاز على السيمبا التنزاني في تنزانيا 3 مقابل لاشياء وفايبرز يتعادل مع حورية صفر مقابل صفر ليصبح ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات الجولة التانية الرجاء في الصدارة من مبارتين عنده 6 نقاط حورية في المركز التاني من مبارتين عنده 4 نقاط وفايبرز من مبارتين عنده نقطة واحدة وسيمبا من مبارتين صفر من النقاط في المركز الرابع الجولة الثالثة من هذه المجموعة هتكون يوم السبت 25 فبراير المبارتين المباراة الاولى الساعة 6 مساء ما بين فايبرز الاوغندي والسيمبا التنزاني بتوقيت القاهرة بتكلم والمباراة الثانية يوم السبت ايضا 25 فبراير هتكون ما بين الرجاء المغربي وحورية كوناكري الغيني يوم 25 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ده بالنسبة للمجموعة الثالثة هنروح للمجموعة الرابعة والاخيرة اتلعب ايضا فيها جولتين في الجولة الاولى استطاع شباب بولزداد ان يفوز على الزمالك في القاهرة واحد مقابل يشيء والترجي استطاع في تونس يفوز على المريخ واحد مقابل يشيء في الجولة التانية المريخ اتعادل مع الزمالك صفر مقابل صفر وشباب بولزداد يوزم على ارضية ميدانه صفر مقابل واحد ضد الترجي التونسي في الجولة الثانية ليصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مباريات الجولة التانية الترجي من مبارتين عنده 6 نقاط في المركز الاول شباب بولزداد من مبارتين عنده 3 نقاط في المركز التاني المريخ من مباراة من مبارتين عنده نقطة واحدة في المركز التالت والزمالك في المركز الرابع ايضا نقطة واحدة من مبارتين الجولة الثالثة في هذه المجموعة الرابعة هتكون ان شاء الله يوم الجمعة 24 فبراير مباراة المريخ وشباب بولوزداد على مباراة المريخ الساعة الثلاثة عصرا بتوقيت مصر والمباراة التانية هتكون يوم السبت 25 فبراير ما بين الترج التونسي والزمالك المصري الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ده بالنسبة لنتائج ومباريات دوري أبطال إفريقيا حتى نهاية مباراة الترج التونسي او شباب بولوزداد ضد الترج التونسي بفوز الترج التونسي واحد مقابل لشيء بعد نهاية مباريات الجولة الثانية بالتوفيق لتسعة أندية عربية بيشاركوا في البطولة الأفريقية دوري أبطال إفريقيا قولوا لنا توقعاتكم مين يقدر يصعد للدور القادم دور التمانية من دوري أبطال إفريقيا وبدأت المنافسة تشتعل وبدأت المجموعات تشتغل تشتعل وبدأت الحسابات وبدأ الأرقام والنقاط والأهداف يكون لها دور كبير مبروك لكل الأندية العربية اللي فازت هارد لايك للأندية العربية اللي محرفهاش الحظ في آخر الفيديو أتمنى تعملوا لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته